السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سلم في الجزء الثاني من الفصل الرابع هنتناول المقدمة التي سلفنا الذكر عنها في البداية نمرة واحد introduce the three basic types of imperfections اللي هي point defect, line defect or dislocation and service defect أول حاجة أننا نقدم الثلاثة أجزاء أو الثلاثة أنواع الأساسية التي تتحدث عن العيوب التي توجد داخل البلورات وهي point defect, line defect, service defect لأننا في البداية في الشابتر المنقضي اللي هو شابتر رقم 3 كنا نتعامل مع الضر على أنها نقطة طب يبقى نقطة يبقى هنا المقصود بها point defect يعني عيوب نقطية أي أن الثرة إما أنها تكون متواجدة في غير مكانها فتكون interstitial أو تكون محلة محل الثرة فتكون substitutional أو وجودها مش هاش موجودة من الأساس في مكانها في وابا فيكنسي بعد كنا هنعرف أن في حاجة اسمها line defect line defect معناها وجود عدد من الثرات في صف واحد غير موجودين وهذا نسميه انخلاع نسميه dislocations أيضا يوجد نوع من أنواع service defect وهي عيوب سطحية توجد في الماتيريال كما سنتناولها بالدراسة والتحليم بعد كده يعني هنبدأ نشوف طبيعة أثر هذه الدفكت في البروبرتز بتاعة الماتيريال طيب أول نوع من أنواع أو أنواع الدفكت بشكل عام طيب أول نوع من أنواع الدفكت عندي ثلاث أنواع من أنواع الدفكت إما أن تكون point defect أو line defect أو planner أو اللي هي مسميها service defect ترجمة نانسي قنقر